في مدينة غزة بأرض فلسطين ولد الإمام الفقيه العالم محمد بن إدريس الشافعي انتقل الشافعي مع أسرته وهو لا يزال طفلا إلى أرض الحجاز يبدأ هذا الطفل الذي حفظ القرآن وهو في السابعة من عمره رحلته في طلاب العلم ما هذا الذي تحمله يا محمد؟ هذه مجموعة من العظام يا أمي عظام؟ ولم تأتي بالعظام للمنزل؟ إنني أستعملها كبديل عن الألواح التي يكتبون عليها لا أريد أن أرهقك يا أماه بثمن الألواح ولا أرغب أيضا في ضياع فرصة لطلب العلم سامحني يا بني كنت أتمنى أن أتمكن من مساعدتك ولكن يعلم الله أنني لا أدخل جهدا في هذا لا عليك يا أمي انظري ماذا أحضرت أيضا هذه رسائل مكتوبة يا محمد ماذا ستفعل بها؟ إنها رسائل لا يريدها أصحابها أخذها منهم وأكتب على ظهرها اطمئني يا أمي فهناك دائما طريقة للحصول على العلم وتدوينه كانت هناك بعض المشاكل تواجه الصبي من وقت إلى آخر ويكاد يفقد الأمل في إكمال رحلة تحصيله للعلوم ولكن أمه تلك المرأة العظيمة كانت ذكية بما يكفي لتنصح ولدها نصائح عظيمة ما الأمر يا محمد؟ المعلم يهملني ولا يهتم بي لأنني لا أدفع له أجر الدروس التي أتلقاها فهمت أنت تسأله كثيرا لتفهم ولا يجيب عن أسئلتك أليس كذلك؟ بلى عذرا يا أمي لا أريد أن أثقل عليك وأزيد إلى همومك هم آخر ولكنني بالفعل حزين بسبب هذا الأمر ولا أجد له حلا أنا عندي الحل ماذا؟ أحضر الدرس مع أبناء الأغنياء ولا تشعر المدرس أنك ستضيع وقته بالأسئلة واستمع لما يقول وافهمه جيدا وأنا واثقة من أنك ستستفيد من هذا الأمر وتستغله لصالحك ولما رأى المعلم ذلك أدرك أنه أمام فتى مميز وقرر أن يستمر الشافعي طالبا عنده ما دام يساعده في أمور التدريس أرى أنك سعيد يا محمد هل تسير الأمور في الدرس على ما يرام؟ نعم يا أمي شكرا لنصيحتك الغالية هل كانت مفيدة فعلا؟ نعم وقد تعلمت منها أمرين ماذا تعلمت؟ تعلمت الذل للعلم والأدب للمعلم بارك الله فيك يا أبني ولأن والدته كانت حريصة عليه فقد قررت أن تداخر مبلغا من المال تستعين به على تعليم ولدها ولأنها تعرف أن كل فروع المعرفة مهمة لطالب العلم فقد أرسلت الشافعية لإحدى القبائل في البدو ليتعلم أشعار العرب ونصحته بأن يمارس الرياضة حتى يشغل وقت فراغه ولذا سيصبح الشافعي عالما فقيها أديبا ورياضيا أيضا شاب مسلم يتمنى الكثيرون أن يصبحوا مثله كانت مدينة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم واحدة من أهم محطات الإمام الشافعي وقد تتلمذ على يد إمامها العالم مالك بن أنس أخشى أن أكون سببا في إرهاقك يا سيد مالك على العكس أنت طالب علم مميز تذكرني بشبابي كنت نهما للمعرفة مثلك هذه شهادة أعتز بها السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدي مالك لسؤال أرجو أن تجيبني عنه تفضل سلما بدلك بينما أنا أجلس مع بعض الأصدقاء كانت هناك حمامة تهدل من وقت إلى آخر وأزعجني صوتها للغاية فسألني أحد أصدقائي عن سبب غضبي فحلفت له بالطلاق أن هذه الحمامة لا تكف عن الهديل ما أسوأ ما فعلت ألم تسمعني أحذر مرارا من الحلف بالطلاق هذا ما حدث فهل امرأتي طالق الآن؟ أنت حلفت أن هذه الحمامة لا تكف عن الهديل والحقيقة أنها تكف من وقت إلى آخر ولا تستمر في الصياح طوال الوقت ولذا فامرأتك طالق للأسف هذا ما توقعته شكرا لك السلام عليكم أعتقد أن لي رأيا آخر في هذه المسألة ترى هل ألحق بهذا الرجل أم أتركه؟ أنا واثق من رأيي ولدي الدليل سألحق به انتظر يا سيدي انتظر ما الأمر أيها الشاب؟ اعذرني سمعتك وأنت تسأل إمامنا مسألتك وأراك حزينا ما دمت قد سمعت السؤال فلا بد أنك سمعت الإجابة ولكن لا أظن أن امرأتك طالق فالقسم الذي أقسمته صحيح ماذا؟ الخطأ الذي ارتكبته هو أنك أقسمت بالطلاق ولكن لم تقسم على باطل بل قولك إن الحمامة لا تكف عن الهديل قول صحيح انتظر هل لديك دليل على ما تقول؟ بالطبع سيدي مالك سيدي مالك سيدي مالك ما الأمر؟ هذا الشاب يفتي أن امرأتي ليست بطالق أنت يا محمد نعم يا سيدي ومن أين لك بالعلم لتفتي فتوك هذه؟ منك يا إمام ماذا تعني؟ إنه حديث حدثتنا به وهو أن فاطمة بنت قيس جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تطلب رأيه صلى الله عليه وسلم في رجلين تقدما للزواج بها منهما رجل يقال له أبو جهم فنصحها الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا أما أبو جهم فلا يضع العصى عن عاتقه أي لا ينزلها عن كتفه وهو يقصد بذلك أنه يضرب زوجاته كثيرا والحقيقة أن هذا الرجل لابد أنه ينزل العصى عن كتفه ولكنها بلاغة الرسول في التعبير وهذا ما قصده هذا الرجل عن كثرة هديل الحمامة وكأنها لا تتوقف عن ذلك ما رأيك يا سيدي مالك؟ آه ألم تسمع؟ لقد جاءك بحديث للرسول صلى الله عليه وسلم لا تكرر القسم بالطلاق مرة أخرى بالتأكيد لن أفعلها السلام عليكم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد ولأن هارون الرشيد كان من تلاميذ الإمام مالك بن أنس أستاذ الشافعي فقد كان حريصا على أن ينهل ابنه من نفس النبع الذي نهل منه نبع العلم وهكذا أرسل ابنه للإمام الشافعي وكان الدرس الأول الذي أعطاه الشافعي لابن الخليفة درسا عجيبة السلام عليكم يا إمام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنت إذن ابن الخليفة أليس كذلك؟ بلى حسنا حسنا ما هذا؟ لماذا؟ هذا هو درسك الأول لقد انتهينا اليوم من المؤكد أنك فعلت شيئا أغضبه لا يا أبي لم أنطق بكلمة واحدة ربما سألك ولم تنطق فضربك لم يفعل لم يفعل نظر إلي وسألني إن كنت ابن الخليفة ثم ضربني دون سبب هذا أمر عجيب ولا يمكن السكوت عليه أطلب منه الحضور يا أبي واسأله لما فعل هذا؟ لا يا بني لقد تعلمت من معلمي مالك بن أنس أن للعلماء قدرهم لا بد أن الإمام الشافعي فعل ما فعل لحكمه ولذا سأذهب إليه بنفسي أتعرف سبب زيارتي يا إمام؟ نعم وقد توقعت هذه الزيارة وانتظرتها هل أغضبك ابني فضربته؟ لا لم يفعل شيئا إنه فتن حسن الأخلاق حسنا أنا متأكد أنك لم تفعل هذا إلا لحكمه فهل لي أن أعرفها؟ همم تعال يا بني لقد ظلمتك وضربتك دون سبب أليس كذلك؟ بلى وأريد أن أعرف السبب أنت ابن الخليفة وعندما تكبر سوف تصبح خليفة إن شاء الله ولقد ضربتك حتى تعرف معنى الظلم فإذا كبرت لا تظلم أحدا وهذا أول درس لك عندي همم وأهم درس يا إمام يا إمام نحن كيلانا من طلابك ولكننا واقعان في مشكلة وما مشكلتكما؟ أليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأمور التي تصلح بها الحياة؟ بلى وما دمنا نملك تغيير المنكر باليد فلماذا لا نغيره ما دام لن يؤذي هذا أحدا؟ احكي له الحكاية كاملة سأخبرك يا سيدي كنا في السوق ورأينا رجلا يريد شراء قلة بكم تبيع القلة؟ هذه قيمتها ثلاثة دراهم ثلاثة دراهم؟ هذا كثير هناك من يبيعها في السوق بدرهمين فقط اذهب واشتري من عنده إذن لماذا أتيت إلي؟ يا لك من بائع عنيد حسنا سأحذر كل من في السوق كي لا يشتر منك أردنا أن نتدخل في الأمر وهنا بدأ خلافنا أنا رأيت أنه من الواجب أن نمنع الرجل من فعله هذا فورا لأن البائع ربما تضرر تجارته لو ذكر المشتري للزبائن بالسوء وهذا ما فعلته أما رأيي فكان أن ننصح البائع نفسه بألا يطمع في ربح أكثر ربما تسبب في خسارة أكبر وهذا ما فعلته كلاكما على صواب ولكنكما أخطأتما أيضا ماذا؟ تصرفكما كان سببه ما فعله المشتري مع البائع وأنه أراد أن يفضحه في السوق هذا ما دفع كلا منكما ليفعل ما فعله ولكنكما تصرفتما بالطريقة نفسها التي اعترضتما عليها آه؟ آه؟ عفواً لم أفهم يا سيدي لو أنني رأيت أحدا منكما يفعل خطأا فلن أواجهه أثناء الدرس سوف أنتظر حتى أجتمع به وحدنا وأنصحه حتى لا أحرجه أمام الناس باختصار من وعظ أخاه سرا فقد نصحه ومن وعظه علانية فقد فضحه مرى بالمعروف وانهيا عن المنكر وانصحا لوجه الله ولكن دون أن تحرجا أحدا السلام عليكم يا عماه وعليك السلام ورحمة الله ما لي أراك مهموما وحزينا إنه أخي يا إمام يبدو أنه مصر على إزعاجي لم أستطع النوم طوال الليل بسبب صراخه مع أبنائه أولا ثم سهره مع أصدقائه حتى الفجر يتضاحكون بصوت عال ما الأمر؟ لماذا لا تراعي ظروف أخيك؟ وماذا أصنع له؟ إننا نعيش في زمان عجيب الأخ لا يريد لأخيه أن يستمتع ببعض الوقت في منزله ألستم حقا؟ أليس زمنا غريبا وعجيبا؟ العيب ليس في الزمان بل في من لا يفكرون إلا في أنفسهم آه نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا ونهج ذا الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان لنا هجانا وليس الذنب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا إنه أخوك الكبير تذكر أنك سوف تصبح في سنه يوما من الأيام لو أطال الله في عمرك وقد يصبح نومك خفيفا مثله فعمل لمثل هذا اليوم في الدنيا من الآن وليوم أهم تحاسب فيه على كل ما فعلته السلام عليكم مهلا مهلا يا سيدي هل لي أن أسألك سؤالا؟ تفضل كثيرا ما أراك تسير وهذه العصى معك لماذا تمسكها دائما؟ مع أنه من الواضح أن صحتك هو الحمد لله على ما يرام ولست بضعيف لتحتاج إليها آه لأتذكر طوال الوقت أني مسافر تعلم الكثيرون على يد الإمام الشافعي ومنأ علمه الآفاق حتى أصبح من الآئمة الأربعة في الفقه الإسلامي وظلت بلاغته تأسر من يستمعون إليه حتى وهو يصارع الموت كيف حالك الآن يا إمامنا؟ أصبحت من الدنيا راحلة وللإخوان مفارقة ولسوء عملي ملاقية ولكأس المنية شاربة وعلى الله تعالى واردة ولا أدري أروحي تصير إلى الجنة فأهنئها أم إلى النار فأعزيها وهكذا توفي العالم الجليل التقي البليغ الذكي محمد بن إدريس الشافعي وهو في الرابعة والخمسين من عمره تاركا وراءه ما يزيد على مائة وأربعين مؤلفا في مختلف فروع العلم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير اشتركوا في القناة